أذعت فحرفت فأشعلت الفتن هكذا دأب قناة الجزيرة التي تحولت إلى أداة لخدمة النظام القطري وأهدافه لإسقاط الدولة الوطنية ومؤسساتها في المنطقة عدم التوازن والكيل بمكيالين والانتقائية في إذاعة الأخبار أسباب دفعت المشاهد العربي إلى الانصراف عن مشاهدة القناة التي تشدقت يوما ما بأنها الأعلى مشاهدة عربيا كما دفعت تلك السياسة العاملين بالقناة إلى تقديم استقالتهم وجاءت استقالة المذيع الجزائرية حسين أوشان من القناة مؤخرا لتعرضها لضغوط ومساومات لتبنيها مواقف تختلف عن توجهات القناة لتؤكد انحراف الجزيرة عن خدمة المشاهد إلى خدمة النظام القطري استقالة أوشان لم تكن الأولى من نوعها التي ضربت القناة ونالت من مصدقيتها على مدار الأعوام الماضية فقد سبقها استقالة خمس من زميلاتها دفعة واحدة عام 2010 بينهم اللبنانية جمانا نمور والسورية لون الشبل بسبب ما وصفوه حينها بانتهاج القناة سياسة لا تحترم القواعد المهنية وفي العام التالي قدم غسام بن جدو مدير مكتب بيروت استقالته من الجزيرة بسبب تخلي القناة عن مهنيتها وتحولها لغرفة عمليات للتحريض والتعبئة شهر يوليو من عام 2013 كان شاهدا أيضا على استقالة أول مراسل بفضائية الجزيرة وهو المصري حقاك سلامة والذي كشف في ملابسات استقالته لاحقا أن القناة فقدت مصداقيتها وتلونت أخبارها بلون سياسات النظام القطري مؤكدا أن القناة تعمدت بث أخبار كاذبة لم تمضي أربع سنوات على استقالة سلامة حتى لحقه زميله السعودي علي الظفيري والذي يشتهر بتقديم عدد من برامج الجزيرة بعد هجوم القناة على السعودية ففضل الظفيري الانحياز لوطنه والالتزام بسياساته وقوانينه لم يتوقف الأمر في فضائية الجزيرة عند هذا فمن لم يقدم استقالته عمدت القناة إلى طرده ففي مارس من عام 2016 قامت الجزيرة بفصل نحو 500 موظف في إطار ما وصفته بمخطط لإعادة الهيكلة كما قامت الجزيرة بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية في يونيو من عام 2018 بالاستغناء عن بعض الوظائف وفصل العشرات من الموظفين بالإدارات والمناصب الإدارية بما في ذلك رؤساء المعايير الفنية والتحريرية والتدريب وأدوار أخرى عبر عشرة أقسام مسلسل تسريح العمالة لم يتوقف في قناة الجزيرة ففي أبريل من عام 2016 قامت شبكة الجزيرة بإغلاق قناة الجزيرة أمريكا التي أطلقتها عام 2013 بعد فشلها في اكتذاب عدد كبير من المشاهدين وانصراف المشاهد الأمريكي عن مشاهدتها لتحولها لبوق للجماعات الإرهابية ولأن نظام المالك للجزيرة لا يجيد سوى سياسة الاختطاف والإرهاب بأنواعه فقد لجأ بحسب تقارير إلى اختطاف المصري علي سالم مؤسس قنوات الجزيرة الرياضية بعدما أبدأ رقبته في مغادرة الدوحى والعودة لمصر اعتراضا على سياسة وتوجهات القناة ما بين تسريح الموظفين وتقديم آخرين لاستقالتهم تواصل شبكة الجزيرة زيفها وبث الفرقة في الدول العربية وتنفيذ المخططات الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر